يتطلع ابناء محافظة عدن الى عودة الحركة الاقتصادية في مدينتهم وينتظرون بذلك ان تحل الكثير من المشاكل التي واجهت المحافظة طيلة الفترة الماضية لكن هذه التطلعات تواجه احيانا كثيرا بالتحديات الامنية التي تهز شوارع المدينة وثقة المستثمرين الذين كرر مسؤولو المحافظة توجيه الدعوة والوعود لهم وارتبطت تلك الوعود بتوفير اجواء امنة للاستثمار وحماية كاملة للاسواق وكان اجتماع اقتصادي عقد مطلع الاسبوع قد ناقش توفير الحماية الكاملة للاسواق التي خضعت في فترات الفراغ الامني لابتزاز عصابات كثيرة تحت لافتة مختلفة اهمها الحماية الدعوات لم تقتصر على السلطات المحلية في عدن بل تجاوزت ذلك حيث سبق لامين عام اتحاد غرف التجارة في مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم نقي توجيه دعوة الى المستثمرين الخليجيين للعودة للاستثمار في السوق اليمنية وتحديدا في قطاعات البنية التحتية وربط نقي بين تلك العودة واحياء امال وتطلعات اليمنيين مؤكدا ان كل فرصة استثمارية لابد ان تجد اقبالا خليجيا يغطي اي ثغرة من خلالها قد تتسرب اياد مشبوهة للعمل في اليمن اشتركوا في القناة